سلام صباحكم مشاهدنا الكرام الزلفلون مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من ضيف المورنينج أكيد لما نتكلموا على التجارة ونتكلموا على الاستثمارات ونتكلموا على تنمية اقتصادية لهذه البلاد لابد نتكلموا على التوسع والخروج خارج الحدود الجزائرية دخول أسواق الإفريقية بشكل كبير والأسواق العالمية كان وزير تجارة طيب زيتوني بدأ يتحرك على مستوى هذا المجال وينتحرك إلى إفريقيا كان هناك نقاش حاد وبين قوسين صراع في الكواليس للدخول لسوق إفريقيا لماذا وما هي الفائدة من دخول هذا السوق وما هو الصراع لي كان بحداته من أجل الضفر بهذا السوق أسعد اليوم باستضافة سيدة ليلى مختاري مديرة اتفاقات الجهوية وتعاون بوزارة التجارة صباح الخير مرحبا بك شكرا على قبول دعوتنا صباح الخير مرحبا بكم شكرا على هذه الدعوة إذن سيد وزير التجارة طيب زيتوني كان طلب خلال أشغال المؤتكف الوزاري لوزارة تجارة منطقة تجارة الحرة القارة لقارة إفريقيا المنظم بالعاصمة الكينية نيروبي بتسريع تفعيل هذه المنطقة وكذلك أعطى المقاربة الاقتصادية للجزائر بتشجيع التجارة البينية بين الدول أي أهمية اقتصادية لأدي المنطقة شكرا بالفعل قد تم عقد اجتماع وزاري ومؤتكف وزاري للسادة الوزراء التجارة لإفريقيا وكانت الأهمية في هذا اللقاء هي تفعيل وضع حيث تنفيذ هذه المنطقة حيث تتمتع هذه المنطقة بأهمية كبيرة بالنسبة للجزائر وكذلك بالنسبة لكافة الدول الإفريقية حيث أنها تعتبر من أكبر المناطق الحرة في العالم وتجمع بين 54 دولة إفريقية كما تعتبر إطار مشترك للنمو الشامل والتنمية المستدامة للقارة الإفريقية خلال 50 سنة القادمة كما تسعى هذه المنطقة إلى زيادة المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية إلى 25% في المدى القريب وإلى أكثر من 50% على المدى المتوسط علما أن هذا السوق يتميز بكثافة سكانية تفوق مليار نسمة كما أن المبادلات التجارية في هذه المنطقة تتسم بتفضيلات جمهوركية يعني فيه جمارك تكون منخفضة في التبادلات التجارية مما سيساعد في ولج هذه الأسواق للمواد والصناعات الجزائرية التي تمتلك فيها منتجاتنا الوطنية حيث تكون لها تنفسية كبيرة وفرص واعيدة نعم إذن شاهدنا تدخلات كثيرة في زيتوني خلال الاجتماعي كان نقاش حد حول نقطتين مهمتين صناعة سيارات وكذلك النسيج وين قال زيتوني وهو كان يشير إلى بعض الذين يريدون أن يعلموننا معنا الاقتصاد وهم يعيشون في ربما حياة سواد كان يتكلم على الشيفون قال أنه إحنا كرامة الجزائريين تمنعنا أو تخلينا أنه ميزيج يدخل الشيفون للجزائر على عكس بعض الدول المجاورة التي ما زالها تلبس لها في ريبري إذن بين قوسين هذه فقط قلت قطاع السيارات وقطاع النسيج تدخل الوزير كان حاد في هذه النقطتين طبعا في النقاش كان حاد جدا خاصة فيما يخص مسألة قواعد المنشأ التي ما تزال عالقة والتي تخص قطاع صناعة السيارات وقطاع النسيج للعلم فإن قواعد المنشأ هي التي تسهل المبادلة التجارية في هذه المنطقة حيث تدخل سيد الوزير في معظم النقاط التي تمت مناقشاتها وتطرق خاصة إلى الاستراتيجية التي يجب اتباعها فيما يخص صناعة السيارات وقطاع النسيج ومن أجل ذلك تكلم على زيادة معدل الإدماج وتعزيز تكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية حيث طلب السيد الوزير على اعتماد نسب إدماج تسمح بخلق سلاسل قيمة وطنية تمكن دول الإفريقية من خلق الثروة وذلك من خلال تحويل المواد الخام التي تزخر بها الدول الإفريقية وتصنيعها قاريا كان هناك لقامة الأميلة من منظمة تجارة الحرة القارات لقارة إفريقيا حول مدى كانت اللقاء خاصة وأنه وجه له دعوة لزيارة الجزائر زيتوني وجه دعوة للأمين العام نعم على همش أشغال هذا الاجتماع التقى سيد الوزير مع عدد من نضرائه من دول الإفريقية مثل وزير التجارة لكينيا وأغندا وتونس كما تبحث حيث تم التبحث معهم عن تنمية ودعم المبادلة التجارية البينية وكذلك سبل ترقيتها كما كان له لقاء كما ذكرتم مع السيد وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة زليكاف حيث تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى أشغال المجلس الوزاري التي تمت هناك وكذلك إلى تعزيز دور الجزائر في المجال التجاري والاقتصادي في إفريقيا وذلك بما يعكس مكانتها ودورها السياسي والتاريخي المعروف نعم كما أشار كذلك إلى سيد وامكيلي إلى أهمية إشراك القطاع الخاص والمتعملين الاقتصاديين في هذه المنطقة في هذا الخصوص وجه سيد الوزير دعوة إلى سيد الأمين العام للقيام بزيارة إلى الجزائر حيث سيتم تستير برنامج خاص يتضمن لقاءات مع المتعملين الاقتصاديين للتعريف بهذه المنطقة كما تمت تطرق كذلك إلى آليات تعزيز وجود الكفاءات الجزائرية في العمل في آمنة المنطقة نعم إذا كان شوفنا عبر صفحة رسمية الفيسبوك الوزير التجارتي بزيتوني يتكلم وخاطب المتعملين الاقتصاديين وإن قال لهم لابد تستعدوا لانتهاز كل الفورص باش تدخلوا للسوق أهل إفريقية هذا يعني أنه هناك مؤشرات أنه السوق ستكون مفتوحة بشكل كبير للجزائريين متعملين جزائريين وكذلك هل تكون هناك مرافقة حكومية لهذه المتعملين بالطبع فإن السلطات تحرص على العمل من أجل ولوج هذه الأسواق الإفريقية وأخذ حصة منها حيث يتم العمل على الترويج للشركة والمنتوجات الجزائرية لزيادة ظهورها وتواجدها في كل المناطق وخاصة في السوق الإفريقية وذلك من خلال المشاركة في التظاهرات الاقتصادية والمعارض التي تقوم هناك كما يجري كذلك العمل على فتح فروع لشركة سافاكس في بعض الدول الإفريقية من أجل الترويج للمنتوجات الجزائرية كما تم فتح فروع للبنوك الجزائرية في بعض العواصم الإفريقية ويتم العمل كذلك بربط الجزائر بأهم العواصم والمدن والموانئ الإفريقية وذلك من خلال فتح خطوط جوية جديدة وكذلك خطوط جوية مباشرة وكذلك خطوط بحرية دون أن ننسى أن نتكلم على أن في مسألة المبادلة التجارية أهم شيء هو اللوجيستيك يعني كيفية الوصول إلى تلك الأسواق وفي هذا الإطار نحن نعرف أنه تم الانتهاء من إنجاز طريق الإفريقي جزائر نيجيريا كذلك الجزائر لاقوس كذلك يجري العمل في طريق زويرات الذي يربط الجزائر بموريطانيا وهذا من أهم تسهيل إنسية بهذه السيلة كذلك يتم إعداد وتهيئة كل المنافذ الحدودية وتزويدها بتقنيات حديثة تسهل مورور السيلة إذن في هذا المجال وكآخر سؤال لكم سيدة للمختاري فقط هل السوق الإفريقية مستعدة أنها تتعامل مع المنتوج الجزائري هل هناك ترويج للمنتوج هل هناك سمعة لهذا المنتوج في السوق الإفريقية بالطبع في السوق الإفريقية هي سوق كبيرة وسوق تطلب استهلاكية بدرجة كبيرة وكل الدول الإفريقية هي في حالة استيراد يعني ما كانش صناعة كبيرة في الدول الإفريقية فكل المنتوجات الاستهلاكية تستورد ونحن نعرف أن في الجزائر عندنا ما شاء الله منتوج جزائري اكتسب سمعة كبيرة يعني من جهة لينوغم ومن جهة الجودة يعني بإمكانه أن يصل إلى كل المدن الإفريقية وخلال تجولنا في بعض المساحات التجارية في بعض الدول الإفريقية تم يعني لقينا منتوجات جزائرية تبع هناك نعم دان سيدة للمختاري أنت ملتزمة باجتماع في الوزارة حتى أتركك تذهبين إلى اجتماعك شكرا لك على قبول دعوتنا نلتقي مرة أخرى ولا يكون لديكم اجتماعات ولا يكون لديكم الوقت كافي يعني حتى نناقش بشكل كبير شكرا لك سيدة للمختاري شهدنا الكرام وصنا نهاية عدد اليوم نهناه على البكر لإزامات ضيفنا وهذا ما وعدنا به نحترم أنه حتى ضيوفنا لابد يروحه لإلتزاماتهم المهانية نلتقي غدا إن شاء الله مع مسؤول آخر وتصريحات أخرى لقاءات أخرى وكذلك أخبار أخرى غدا في ضيف المورنينج إلى ذلك الحين وبقال إلا نقولكم مدام الله عز الجزائر حافظها منها وسط الرشعبها قبل هذا كل التبركات لفريق اتحاد العاصمة اتحاد الجزائر ولكل الجزائرين بفوز هذا الفريق